ديفتنا مميزة جدا الكاتب والمخرجي امتياز الدياب بسعد صباحك صباح الخير صباح خير هني أن لك بهذا الوصف الجميل من درويشنا شكرا أهلا بك امتياز الدياب أنت عم نحكي عن يعني بدأتي من توثيق 400 وثيقة اللي هندني لدرويش اللي لم يعلن عنهن واللي ما كانوا طبعا يعني في متناول اليد ولكن أنت نجحتي بالحصول عليهم ووصلت من خلالهم لأول إصداري وهو كتاب ميلاد الكلمات والآن بصدد كمان عمل سينمائي تحكي لنا التفاصيل للحصول على هاي الوثائق هو صدفة بحثي طبعا زي أي كنوز كيف الكنز بتلاقيه وأنا كنت أسمي الكتاب كنز والفيلم كنز بالأول لما لقيت الكنز كأي كنز بتشوفيه بالصدفة بتعرفيه بالصدفة فكنت عمل طوعت عشان أعمل مقابلة مع آخر القوميين العرب اللي في 48 اللي اسمه محمد معاري المحامل الكبير محمد معاري عضو الكنيسات السابق محمد معاري فقعت عملت مقابلة أنا وزوجي رجل خالدي على مدار ستة شهر كل ويكند نجح على حيفا ونعمل معها مقابلات عن حركة الأرض والحركة التقدمية وكل الحركات الثورية في بداية الخمسينات فبعد ما خلصنا ستة شهر مقابلات قلت لوك هذا خلينا نشوف الأرشيف فروحنا على الأرشيف عنده غرفة كاملة ملاني عن سجلات حركة الأرض بخط الإيد من حبيب كهوجي من صالح براسي وأنا أدور بين العناكب وبين الغبرة وبين الزمن والسنين لقيت كارتوني شفت فيها محتويات تقرب لمحمد درويش بقول له شو هذا بقول لي هذا والله كنت ساكن أنا وياه بحيفا ولما ترك ترك مكتبه كما هو وغرفته كما هو فضبيتون وظلوا معي ومن محل لمحل وهذه في وقتها تعرف تلع الروح الإعلامي الصحفي اللي فيه الطمع اللي فيه الصحفي طبعا فقلت له أنا صحيح أنا كنت اطوعت أنه أعمل هذا التاريخ وأوثق هذا التاريخ لكن أفكر هذا أجاري ما قال لي هذا أجاري من السلطة عليها من الأحشية مثلا الخربوش الأولى الخربوش الأولى تعايت سجل أنا عربي يا الله شو مؤثر للكمرة اللي سمحتك موثيقة الأصلية للسجل أنا عربي الموثيقة الأصلية هذه الخربوش المشكلة مسكية عشان تقولي أنا مسكت عفوث spent two hundred a year يا جماعة هي هي مثل ما قالت ضفتنا الخربوش الأولى لسجل أنا عربي قديش مؤثر إحنا عن جد حسين إحنا مسكين كنزة إذنك مسكين تاريخ وأرث في عنا ارتباط كتير قوي معه ترجفة أنا رجفة طبعا أنا هذا الشعور اللي صادني فعلا اللي بمسك هاي الوثيقة في رجفة في تسارع في نبضات القلب لما بمسك وثيقة لدرويشنا وخاصة الوثيقة الأولى على سجل أنا خط إيده مؤثر جداً خط إيده ياز شوفي بعد وثائق يعني شو المثائق اللي لأتي في كثائد لم تنشر عدة قصائد لم تنشر فيه ثلاث دوين بخط إيده مثل عاشق من فلسطين آخر الليل مثل عاشق من فلسطين كان اسمه غيوم على المرايا مثلا ما كانش اسمه عاشق من فلسطين أهم إيشي لقيته الأجندات الأجندات اللي هي بخط إيده عناوين أسماء مثلا في أسماء في أرقام تليفونات وأسماء وهدول الأسماء هني اللي ساعدوني أني ألاحق هدول الأسماء وهي الأرقام وأشوف كيف شو العلاقة بين هاي الأسماء وبين محمود درويش والوثائق كمان اللي حصدت عليها واللي توصلني أنه محمود درويش اللي منعرفه أنه البرنس الأمير الملك هذا لا بالآخر بتكتش فيه وأنت تلاحق الورق وتلاحق الأسماء أنه هذا شاعر فقير لاجئ جعان عطشان متسلل هارب خائف وهذا كله هو اللي عمله شاعر وهو يعني لما أنا سميت ميلاد الكلمات كتابي اللي أصدرته من هذه الوثائق وبناء على هذه الوثائق وبناء على الأبحاث كانت هي عبارة عن ملاحقة الكلمات اللي اكتشفها محمود درويش ولدت على جلده من تجاربه الحقيقية من قصته الشخصية يعني الخوف الخوف لما هنطلعوا من البروة وراحوا تحت شجر الزاتون وشاف بين الفراش والعصفير وتحت رصاص والفزعات والخوف والأرانب شاف الخوف عرف الخوف وهناك كان قطعت طفولته وعشان هيك بعد سنين من هذه الكلمة ولادة هالكلمة بيقول اختطفوا طفولته بعدين بتعرفي انه تسلل مثلا او لاجئ كيف اكتشف لاجئ رأى على لبنان قعد لاجئ أكل جبني صفرة عاش تجربة اللجوء قالوا الولاد هنو قالوا يا لاجئ ضربوه احتقروه فصار لاجئ فاكتشف كلمة لاجئ لاجئ على جلده فبالتالي ولدت الكلمة على جلده فما كان في اضلم عنوان للكنز تحول المعنى وصار أعمق بعمق الشاعر بكبر الشاعر بدخامة الشاعر ميلاد الكلمات عشان هيك اسمه ميلاد الكلمات ففي عندك المكاتيب اللي أجته من راشد حسين من شاعر راشد حسين اللي لو عاش راشد حسين مش أقل قامي من محمود درويش وإحنا مننساه من سميح القاسم من أحمد درويش صاحبه أصدقاء عبد المجيد اللي موجود في كندا اللي كان حلقة الوصل بينه وبين غسان كنفاني رسائل من غسان كنفاني اللي بتكشف كيف غسان كنفاني يسمىهم شعراء المقاومة ليش سماهم شعراء المقاومة كيف صاروا تحولوا إلى أبطال في العالم العربي وهذا ما كانش صدف يعني غسان كنفاني كان يتبنى المواهب وكان زمان لما تتبنى موهبة ترفعيها إلى الآخر مش زي اليوم منحطم المواهب منكسر المواهب منكسر الأجنحة مثلا على مثال مثلا كتير ناس ما حبوا فكرتهم أنا لقي الكنز ما حبوا فكرتهم أنا حقيق كتاب رغم أنهم بقولوا إحنا منحب محمد درويش وهو قال إنه قتلوني بالحب والحب كان مقتلوا وهذا صحيح وعشان يقول أنا ما عنديش أصدقاء وهو صحيح ما عندوش أصدقاء لأنه قوة الكلمات أصدقاء هذول اللي بيدعونهم أصدقاء ما بيحركوا إصبع عشان يحولوا هذا الكنز عشان يحولوا هاي الأوراق إلى كنز وطني هذا الكنز لازم يكون وطني هذا الكنز مش لازم يكون امتياز دياب هي المسؤولة عنه هذا الكنز لازم يكون مسؤولين عنه دول سلطات أصدقاء كلهم مؤسسة محمود درويش اللي موجود برام الله وقف على 40 ألف شكل بالسنة ما بتقدر تعمل هذا الكتاب مؤسسة درويش اللي موجودة بالناصر وقف على رواتب واحد موظفين أو المؤسسة اللي بالرامة امتياز طبعا بعد صناعة هذا الكتاب يعني بعد إصدار هذا الكتاب طبعا أنت يعني كمان جاكي الإلهام أنه كمان تقومي بعمل فيلم طبعا عملية الاقتراب من هاي النصوص والوثائق بحد ذاتها كانت كنز وكانت مغامرة جدا جريئة فكم بالحري كمان لتحويل هذا الكتاب لعمل سينمائي كيف كانت يعني من وين إجت يعني هاي الفكرة للمجازفة كمان أكتر قدما من هاي الوثائق تعفين لما تفوتي بموضوع وبيلبسك بيسكنك وبيسحرك وبطل تفكر غير فيه سحرتي انت بهاي الوثائق يعني أنا مش أول إشي خفت ورجفت وارتعبت إنه أنا عندي هاي الوثائق بعدين بتيجي لما بيسكنك الموضوع تماما بيلبسك الموضوع تماما ما بطيقي حدا يحكيك عن موضوع تالي يعني أنا مثلا وين ما أروح بمقهى مثلا هلأ عم بعمل حمل التمويل عشان الفيلم يساعدوني بتحقيق هذا الفيلم اللي أنا عم بسبح لحالي فيه كل حديثة إذا بتغير الموضوع عن محمود درويش بنثار أصاب بالحنق إنه شو جاب لشعب يعني أنا ما بدي أفوت ما شفت أهلي بهذه الفترة ما زورت حدا ما حدا زارني ما بحكي مع حدا أحد كل إهد تحوذ على تفكيرك ما مستعدي أشوف حدا أو أحكي مع حدا غير موضوع محمود درويش صرت أزحى يمكن أنا مسكوني بمحمود درويش مسكوني بمحمود درويش كمان أنا اشتغلت معاه على مدار 20 سنة في مجالة الكرمل فكنت أنا كاتبة الريبرتاجات وأوثق الانتفاضة الأولى والتانية اللي أفوت على بيوت الناس وهو عمل من هذه الريبرتاجات كتبين سما أن تكون هنا وناس تانين طبعوه أن تكون هناك ترجمو فبنسبة لي رغم أنه أنا كنت أعتبر حالي موظفة صحفية مش صديقة ولا مرة بالصيغة المهنية بعرفه عشيت معه أتغديت معه أصيرت معه بس مش صديقة اشتغلت معه زميلي البوس تاعي بالتالي فبالتالي أفكر لأنه كان سبب أنه أنا أكتب لأنه كان سبب أنه أنا آمن أنه أنا بعرف أكتب ووثق أنه أنا بعرف أكتب وترجم كتباتي للإنجليزية والفرنسية حتى كتباتي مع ناس دي كويلو جابريال كارسيا مركيز كان ديرا بكتب صغيرة حمل لي مسؤوليته كأنه بصمت بدون ما يقولي بدون ما يكتب الوصية قبل الوقت أحلال قبل الروح بالنسبة لأيلي كمان لما نمرد مثلا العلاقة الشخصية بينه بينه أنه لما نمرد أول مرة بباريس وصار عنده القلب شوفت صبي راح على باريس أنا سكن ساكنة في جينيف 30 سنة بقول راح بتقولي على باريس بقول راح أشوف محمود درويش بالمستشفى بقول ليش تعرفيه بتقول لي لا بحبه واو بقلتها ببساطة بقلتها بسعادة لذلك بقلت لأنا ليش بعلق صور مع عبد الحليم حافظ بعلق صور محمود درويش اللي أنا مصورته أصلا يعني فروحت على البيت طلعت على غرفة بنتي بنتي ملزقة على الحيطان ديكابريو كانت موضة ديكابريو طارع وتحيطانك والعشق طاع الصغار كتبت له وقتها مقال بجريدة القدس العربي في لندن ابنتي تحبني كابريو وأنا أحب محمود درويش فتصل بعبد الباريو وقال له قتلتني هذه البنت ووقتها أنا صرت أعرف أفرق بين الحب الحب لقامي لأسورة لشاعر كوني مثل محمود درويش وبين الحب القاتل الغرام القاتل هذا في مرات بتقلتلي اللي بتحب ففصلت بأن هذا صرت أعرف الفرق فهذا بحملني مسئولي أنه أنا أترفع عن القتلة بالحب امتياز وين كل حدا حابب أنه يقتني أو يحصل على ميلاد الكلمات بلاقي سريعا لو سمحت وزارة الثقافة الفلسطينيين إن شاء الله يقيموا الحجز عنه ونبدأ نعمل حفلات توقيع بالناس البحيفة بكل مكان بالبلاد ويتكونوا معنا طبعا بشرفنا وإحنا بنتظار الفيلم كمان أنت مجهود كبير وبستحق التقدير وأكيد رح نكون مواكبين خطوة بخطوة هو الفيلم يعني إنتي لو قلت بدي سؤال إلهام هو مش إلهام فبالتالي هو إشي طبيعي هو استمراري لإشي إلا أنه وكانت مثلا عن بداية الفيلم مثلا بداية الفيلم سريع بس لأنه وقتنا محدود هو خط لكيف مدرويش كتب فيه بعد خمسين سنة كلمات مثل على هذه الأرض يستحق الحياة أو لما كتب قصيدة لماذا تركت الحصانة وحيدا فأنا تبعتها واكتشفت أنه كتبها وهو طفل والروابط بناتك وطلعت بعد خمسين سنة في جمل انطبعت في الذات العربية في الوجدان العربي كله بما في ذلك سجل أنا عربي اللي رغم أنه قال أنا ما بحب سجل أنا عربي فيه تافهين بردده اللي قاله وأنا بقولهم أن السجل أنا عربي كانت كنبي لنووي في العالم العربي خلتنا نكون في عنا فخر وكبرياء لأنه لا مفر لإلنا أنه نكون عربي صحيح وما ذالت خالدي امتياز دياب الكاتب والمخرج المبدعة شكرا كثير لحضورك اليوم ولا مساهمتك القيمة بهذه الوثائق اللي فعلا مؤثرة جدا وإلى لقاءات مستقبلية وطبعا لا يكفينا ساعات معاك نورتينا شكرا لإلك ساعة صباحك شكرا للمشاهدة